أهلاً بكم تعرفنا في بداية الوحدة السادسة على أهمية الأمن السبراني والمخاطر ذات الصلة في هذا الجزء سنتعرف على استراتيجيات تعزيز الأمن السبراني في التعليم وكيفية تطبيقها ذكرنا سابقاً بأن الأمن السبراني أو أمن المعلومات هو مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة الإلكترونية من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو التعديل أو الإفشاء أو التدمير وبلا شك فإن الأمن السبراني في التعليم يعد أمراً بالغ الأهمية لحماية بيانات الطلاب وموظفي المدارس والأنظمة التعليمية فيما يلي سأشارك معكم بعض استراتيجيات تعزيز الأمن السبراني والتي يمكن تطبيقها في التعليم مع مثال تطبيقي لكل استراتيجية أولاً إنشاء سياسات وإجراءات الأمن السبراني فيجب أن يكون لدى كل مؤسسة تعليمية سياسات وإجراءات واضحة للأمن السبراني تحدد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية على سبيل المثال يمكن أن تحدد سياسة الأمن السبراني متطلبات معينة مثل استخدام كلمة مرور قوية وحماية أجهزة الكمبيوتر المحمولة وتجنم فتح المرفقات غير المعروفة ثانياً التثقيف والتوعية فيجب أن يتم تثقيف الطلاب وموظفي المدارس حول الأمن السبراني ومخاطره وكيف يمكنهم حماية أنفسها ولتطبيق هذه الاستراتيجية يمكن للمدارس أن تقوم بأنشطة تثقيفية وتوعوية حول الأمن السبراني في التعليم عن طريق الدروس في الفصول الدراسية وورش العمل للموظفين بالإضافة إلى المواد التعليمية ذات الصلة عبر الإنترنت ثالثاً استخدام التقنية المناسبة يجب أن تستخدم المؤسسات التعليمية التقنيات المناسبة والمعززة للأمن السبراني مثل البرامج المرخصة وبرامج فحص الفيروسات ومنع تحميل الملفات المجهولة بالإضافة إلى أدوات إدارة الهوية ووصول المستخدمين رابعاً المراقبة والرصد يجب على المؤسسات التعليمية مراقبة ورصد أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها بحثاً عن أي نشاط مشبوه ويمكن أن تشمل استخدام أدوات تحليل البيانات لتحديد أي أنشطة مشبوهة خامساً الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر يجب على المؤسسات التعليمية إعداد قطة للاستجابة للحوادث الأمنية السبرانية وإدارة المخاطر ذات الصلة وتشمل قطة الاستجابة بعض الإجراءات المحددة مثل عزل النظام المصاب واستعادة البيانات وتفعيل الأنظمة البديلة والإبلاغ عن الحوادث إلى السلطات المختصة من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات يمكن للمؤسسات التعليمية حماية بياناتها وموظفيها وأنظمتها التعليمية من المخاطر الأمنية السبرانية شكرا لكم وإلى اللقاء